وجه المحافظ البحسني بعدد من الإجراءات الواجب اتخاذها ضد تفشي وباء كورونا على مستوى جميع الجهات بالمحافظة وذلك بناء على مخرجات اللقاء الموسع المنعقد بالمكلة يوم الخميس المنصرم 18 من مارس ونتائج لمناقشة الوضع الوبائي بالمحافظة ونتائج تقرير مكتب الصحة العامة وسكان بالساحل حول الموجة الثانية لفيروس كورونا وألزم القرار الجهات الآتية بعدد من الإجراءات مكتب التربية والتعليم تقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والثانويات والمجمعات المسائية وتنفيذها على فترات اختبارية والالتزام بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي لدى منتسبي القطاع التعليمي والتباعد بين الطلاب في صفوف واستقلال جميع القنوات التعليمية بالتوعية والتثقيف بالوباء المنافذ البرية والبحرية الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوافدين والتبليغ عن أي حالة اشتباه عبر غرفة عمليات الصحة وعدم السماح بخروج طواقم السفن إلى أرصفة الميناء مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد توجيه الخطباء ولا إما بالتوعية الصحية وإرشاد الناس بأهمية الإجراءات الاحترازية مكتب النظافة والتحسين تفعيل خطة النظافة العامة بالقيام بالرش لتعقيم الأسواق والأحياء وأماكن التجمعات مكتب خفر السواحل وهيئة المصائد بث الرسائل الصحية للمواطنين عبر قنوات الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من مصادرها الصحيحة وبناء على توجيهات وقرارات اللجنة العليا بما يتعلق بالوباء مكتب النقل تعقيم ورش الحافلات خاصة الحافلات الخاصة لنقل المسافرين إلى المحافظات والزام السائقين بالإجراءات الاحترازية مكتب شركة النفط المشاركة في تفيد خطة المكتب لمواجهة الموجة الثانية من جائحة كورونا ودعم غرفة العمليات بمكتب الصحة بمحروقات حركة سيارات الإسعاف لنقل الحالات الحرجة مكتب وزارة النفط إلزام الشركات العاملة بمجال التنقيب في كل المديريات بإشعار مكاتب مدراء الصحة والسلطات المحلية عند ثبوت أي حالة إيجابية ويحالتها إلى مركز العزلة الجامعات والمعاهد إقاف كل التجمعات والمناسبات الخاصة بالجامعات والمعاهد والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد بين الطلاب في الجامعات الخدمة المدنية إلزام المكاتب الحكومية والخاصة بالتزام الإجراءات الاحترازية وتقليص الكادر الوظيفي في المرافق الحكومية مكتب الأشغال العامة والطرق تنفيذ حملات شاملة على المطاعم وصوالين الحلاقة فيما يخص الإجراءات الاحترازية الفحص الدوري للعمالة المحلية والأجنبية الأمن والشرطة تنفيذ قرارات اللجنة العليا للطوارع على أرض الواقع وتعزيز دور التوجيه المعنوي بما يخص الإجراءات الاحترازية مكتب التجارة والصناعة إلزام ملاك المحال التجارية وخاصة المولات وأماكن الازدحام باتخاذ الإجراءات الاحترازية